51 عام على حرب أكتوبر المجيدة لما المصريين صنعوا ملحمة وطنية كبيرة رجعوا بيها الأرض وأكدوا بيها على كرامة المصريين وفجأوا العالم بواحد من أنصع وأهم أيام التاريخ والعسكرية المصرية الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة في 6 ساعات فقط صحيح خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن احتفاليات نصر أكتوبر المجيدة إزاي قدرنا نحن نهزم العضو في 6 ساعات بنرحب في فقرتنا النهاردة بضفنا العزيز اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق سيادة اللواء برحب بحضرتك كل سنة وانت طيب صباح النصر صباح السرداد العزة والكرامة صباح الخير يا مصر وإن شاء الله دايماً وأبداً مصر بإخلاص وحب أبنائها المخلصين الأوفياء ستظل مصر عظيمة بأبنائها المصريين سيادة اللواء احنا كنا نتكلم قبل الفقرة بتاعتنا وحقا كنت قلت أن من الأهمية أن احنا نمرر رسائل من حرب أكتوبر إزاي أن احنا قدرنا نسترد الأرض نسترد الكرامة والعزة عايزين نسمع رسائل المستفادة من حرب أكتوبر وتسمع لي حضرتك الحقيقة بقول يعني كان ما تم في أكتوبر 73 وما سبق هذا التاريخ وما بعده أنا بسميها ملحمة أكتوبر ويمكن بوجود لها يمكن تشبيه أكثر قوة شوي بقول ملحمة وطن طبعا لأن شارك فيها رمضي الحقيقة نقول إيه الخيادة السياسية والجيش والشعب التلاتة وكان الكل في لحمة بحيث يمكن كنا بنشر فيه إحنا في القطر مسلحة أن الشعب ده ظهير قوي لنا بحيث وإحنا بنؤدي كل المهام اللي إحنا مكلفين بها متطمينين أن هناك من يحمي مصر في داخل مصر وزي ما حضرتك تفضلت كده في تساؤلك طب إحنا لما حصل أدوان خمسة وينو سبعة وستين والجانب المعادي نجح في أنه استولي على سيناء والزعيم عبد الناصر رحمة الله عليه في ذلك الوقت شعر بالخطأ اللي كان موجود فأراد أن يتنحي عن المسئولية ماذا قال الله وشعب مصر قالوله إيه وفقه لأنه يتنحى ولألوله أقعد واستمر ولابد من أن إحنا نسترد الأرض ونسترد الكرامة المصرية حدده يبقى الشعب حدد هدفه استرداد الأرض واسترداد الكرامة المصرية وشرف العسكرية المصرية هدفين استراتيجيين مهما ستكون التضحيات ويمكن أنتم وإنتوا في الحقيقة وأنا قعد بنتظر في اللقاء الحقيقة في الحاجات اللي تعرضت كلمات الرئيسة تقال لك برضو نفس الكلام أن لابد من أن إحنا هنسترد الأرض ومهما ستكون التضحيات صحيح طب نسأل نفسنا كده إحنا عشان نسترد الأرض أعدنا كم سنة يا رجائي احنا نتكلم من سبعة وستين أي يبقى لغاية لما استرددنا طابع إمتى استرددنا آخر شبر بقى طابع إمتى مارس تسعة وتمانين تسعة وتمانين صحيح يبقى عدنا اتنين وعشرين سنة هي درجة سرعة اللي لازم تبقى واضحة لنا كلنا أن الأرض بالنسبة لنا يا مصرهين شيء غالي جدا لم نفرط في شبر من أرض مصر طيب عشان نسترد الأرض في اتنين وعشرين سنة تمت إزاي أعدى ست سنين ست سنين صراع عسكري من سبعة وستين لغاية أكتوبر تلاتة وسبعين ثم بعد ذلك سياسي ودبلوماسي صراع سياسي ودبلوماسي تفاوضي للانسحاب في المراحل التانية من سينة على مراحل استمر تسع سنين متخيلين قد يحجم المعاناة اللي انت بتتعامل مع طرف يجيد بقى ايه تزييف الأمور وتغيير الأمور والكذب بالصفة المستمرة وواء خلافه بحيث كل ما تحاول تاخد خطوة إيجابية كان يحاول يرجعنا ايه تاني خطوطين خلاص فكانت معركة برضو المعركة السياسية التفاوضية دي كان يعني يجب أنه شيد برضو بجهد الأبناء مصر اللي شاركوا في هذه المحادثات الحقيقة للسنات الطويلة دي ثم بعد ذلك لما جئنا بقى في 25 أبريل 82 وصلنا لخط الحدود هم راحوا مفتعلين للمشكلة بتاع الطابة دي قبلها بشهر وقال لك لا الطابة دي مش بتاعتكم خلاص يعني عملوا أزمة جديدة عشان نحل المشكلة الطابة دي قعدنا سبع سنين وعشان نسترد الأرض قعدنا 22 سنة ست سنين صراع عسكري تسع سنين صراع تفاوضي سياسي وبعدين سبع سنين صراع تفاوضي تحكيم طيب يهميني هنا أو برضو تشق العسكري اللي هو الصراع العسكري اللي قاد ست سنين اي موقف القوات المسلحة بعد عدوان 5 يونيو 67 كنا خسرنا حجم كبير من التسليح والمعدات أثناء عملية الانسحاب اللي كانت في المنظمة ضيف في ناكسة يونيو الوضع السياسي قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية لا تنفذ يبقى الجانب السياسي ما فوش إيجابية بل بالعكس سلبي الجانب العسكري ما فوش إيجابية فقدنا الكثير من التسليح والمعدات وخلافه الجانب الاقتصادي كان سيء للغاية قناة السويس مقفولة السياحة توقفت البترول إسرائيل مستولية على الأبار فكان موقف الاقتصادي صعب الجانب الاقتماعي للشعب المصري اللي كان تم شحنه شحنه عالي أوي كانوا متخيلين نحن هنعمل إنجاز غير عادي سما فوقه النسينا اتخذت إذا كانت بالشيء يذكر يعني كان فيه مشكلة فيه الوقود اللي كان مطلوب نهو يتم استخدامه لتغذية بطاريات الدفاع الجوي ما كانش فيه وقود كافي علشان نعمل صد لأي عدوان محتمل يعني بتطرح جزئية إنما تتخلق المظومة على بعضها كانت قدراتها إيه؟ طيب نسأل نفسينا بقى وانا الحيطة دي الحقيقة بقى تخليني دايما أو ليه؟ طيب نسأل طيب إزاي بقى إزاي إزاي إزالنا بمعرغم عن ودي النقطة المهمة اللي تدينا دايما الثقة في أنفسنا وفي قدراتنا مهما كانت الظروف والتحديات التي تقابلنا النقطة دي مهمة إيه؟ دي عظمتنا كمصريين بأمانة برضو إن إحنا لدينا من الطاقات الكامنة والقدرات إن في وقت الأزمات ووقت الخطر والشدة بنبقى حاجة تانية ونفسي بقى نبقى كده على طول يعني مش ضروري في وقت الشدة والأزمات فأقول في المهم كيف استطعنا إن إحنا نعيد بناء الجيش المصري في ظل كل هذه الظروف الصعبة اللي هم أطلقوا علينا في تلك المرحلة قالك ده مصر أصبحت جثة هامدة يعني الأطراف الأخرى التي لا تريد الخير لمصر بعد عدوان 5 ينوه قالك مصر أصبحت جثة هامدة ولن تقوم لها قائمة قبل عقضين ثلاثة من الزمن تم إعادة بناء الأجهزة يا فندم يعني جهاز المخابرات المصرية جهاز المخابرات العسكرية الجيش المصري نفسه تم التنسيق ما بين الأجهزة والاستعانة بناس فاعلة وقائدة تستطيع أن تعترف إن كان فيه غلط وتعترف إن كان فيه مشكلة وتشتغل على حل المشكلة يعني هي إعادة البناء إعادة البناء الجيش والدولة الأتنين لازم يبقى فيه توازي في المنظومة ما نفعش أحد هتركزي فبقول كيف استطعنا أن نعيد بناء الجيش المصري مرة أخرى وفي ظل هذه الظروف الصعبة وفي نفس الوقت إزاي نأمن بناتنا وندفع عنها ونمنع العدو أن يفكر في أي حاجة تانية طب وإحنا بنعيد بناء الجيش المصري طب العدو اللي قاعد على الأرض نفسينا ده يقعد كده مستريح ولا لازم يأخذ الحساب والجيزة كان لازم يأخذ جيزة طب يأخذ الجيزة ده إزاي حرب الاستنزاف حرب الاستنزاف وأنا بعتبر معلش تسمحوا لي يعني فتقول حرب الاستنزاف دي ملحمة لوحدها طبع عظيمة جدا إحنا معطناها يمكن حتى هذه اللحظة وحقول لي حرب الاستنزاف استمرت قد إيه كانت مدتها دي أنا بحب أوصل رسائل بأرقام عشان تتناها علقة في الزين حرب الاستنزاف استمرت حوالي ألف يوم يبقى مدتها كانت عشان ما ننساش حوالي ألف يوم من الألف يوم كان فيه 500 يوم قتال فعلي يا رجال 500 يوم قتال فعلي نسأل نفسنا بقى كان كل القوات المصلحة الجيوش المدنية والقوات الخاصة والأفرع والرئاسية القوات الجوية والدفاع الجوي والبحارية وهو خلافه الكل له مهمة في حرب الاستنزاف كل يؤدي عمليات تؤثر على الجانب المعادي بحيث ما نخلوهش قاعد إلا بيتكبت خسائر في الأسلحة والمعدات وهو خلافه في 500 يوم بنستنزفه أفندم بنستنزفه هي حرب الاستنزاف كانت القائمة على استنزافه لا عشان توصليه الرسالة لا مش هنسيبك قاعد هالأرضنا صحيح هي دي دير الرسالة المهمة أنا كنت عايزة أسأل هل في حصر بخسائر الجيش المعادي ده أنا هقولك أهو أرجوك ها what we do بت نسأل نفسنا بقه قبل الخسائر طب احنا عمنا بكام عملية في حرب الاسندار سؤال مش عاوز اقولك دندل لو سألت بعض العسكريني مش عادر يجاوبك للإجابة الدقيقة طب في الخمسمائة يوم كنا كل يوم بنفذ من تمانية إلى عشرة عملية متوزعة على كل القوات المسلحة لو ضربنا من تمانية إلى عشرة في الخمسمائة يوم يا رجائي تطلع كام عملية ماكسامل خمس تلاف يعني أكثر من أربح تلاف عملية تمت في حرب الاستنزاف نتيجة بقى الأربح تلاف عملية دي إيه اللي حصل أن العدد تكبت خسائر كبيرة جدا في الأفراد والعتاد ونتيجة هذه الخسائر معروف كده ناسرائيل لما تلاقي نفسها مزنوقة وصلت إلى حد ما في خطورة بتعمل ايه تلجأ لمن تلجأ لولئة المتحدة على طول فلجأوا لأمريكا قالوا لها عمللنا إيقاف نيران فكانت مبادرة روجرز وزير الخارجية الأمريكية لإيقاف النيران ويمكن هنا بيحضرني أيضا بتذكر تصريح الجنرال عيزرا وايزمن اللي كان بيجعل منصب قادر القوات الجوية ثم منصب مصير الدفاعها الإسرائيلي ثم منصب رئيس إسرائيل لما يعترف يقول لك أن حرب الاستنزاف هي أولى الحروب التي هزمت فيها إسرائيل من مصر دي تدينا بقى المؤشر لحجم الخسائر اللي حضرتك بتقول له ده نتيجة حرب الاستنزاف فقلنا المعركة الأولانية كانت إعادة بناء جيش المصري وإعادة المؤسسات وفي سنتين ثلاثة دي العظمة بقى أني نقول إزاي يعني مع ظروفه الصعبة دي كلها إزاي ودي بقول إيه اللي بتدينا بقى الثقة في قدراتنا لما بنحب نعمل لازم نبقى عارفية لما بنحب نعمل بنعمل ولا إيه رأيكم بنشوف بلدان يعني بتقع لصفة عشرات السنين يعني لا يقوم لها قوما للأسف عشان كده نقول بسميها مالحام برضو إيه لأنها كيف حولت المستحيل إلى الممكن وكيف حولت الانكسار إلى انتصار فالمهمة بقول كانت المعركة الأولى إعادة بناء الجيش المعركة الثانية حرب للسنزاف المعركة الثالثة المهمة بقوله يمكن كنتم بتتحدثوا فيها في اللقاءات السابقة الآن إسرائيك لديها تفوق في القوات الجوية نتيجة أنهم في أدوان خمسة و سبعة و ستين يعني عملوا قسار كبيرة جدا في القوات الجوية بتاعتنا فأصبح عندنا القوات الجوية التي توازن مع القوات الجوية التي لدها إسرائيل طيب عشان نعيد بناء قوات جوية دي بتستغرق فترة زمنية إيه طويلة جدا طب إحنا في الظروف الصعبة دي نعمل إيه فأوجدنا منظومة جديدة أطلقنا عليها قوات الدفاع الجوي يعني شيء جديد بيتنظم من جديد بتخيل أنت بتعمل حاجة إيه حاجة جديدة بقى لسه مفيش خبرة كيف استطعنا أن إحنا في خلال سنتين أن إحنا نوجد منظومة للدفاع الجوي بحاقة الصواريخ بتاع الدفاع الجوي ده اللي قسر إيد الطيران الإسرائيلي يعني كان الإسرائيلي للطيران الإسرائيلي أصدروا لهم كده قبر أنهم ما يقربوش من الجبهة المصرية إلا من اتجاهات بعيدة عن تأثيرات الدفاع الجوي واللي كان ليه دور عظيم جدا أثناء عملية بقى المعركة العظيمة بتاعت أكتوبر 3 سواريخ طبعا حققت الصواريخ ده الأبناء مصر عملوه مش عاوز أقول لحضرتك أن بعد انتهاء الحرب الدول المتقدمة عسكريا اللي تتفوق علينا في الإمكانيات وهو خلافه كانوا بيجوا يا منا عشان يشوفوا إزاي المصريين قدروا يوجدوا منظومة الدفاع الجوي دي اللي كسر الزراعة ترال إسرائيلي اللي كان عندهم أحدث طهرات في العالم الفانتوم والسكاي هوك والميراج فدي كانت معركة عظيمة أيضا معركة الدفاع الجوي المعركة الثالثة ودي اللي تحتاج مننا نحن نعمل وقفة مع نفسنا الحياة هسألكم كده إنتوا رأيكم إيه إن احنا في مستوى الزكاء المصري ندل نقوله زكاء عالي ولا جيد ولا متوسط أكيد زكاء عالي طبعا زكاء عالي خلاص إحنا كيف وظفنا الزكاء العالي ده في عملية السرية والخداع اللي تم قبل حرب اكتوبة إزاي حصل تنسيق ما بين الأفرع المختلفة للجيش المصري مع وزارات المختلفة جوة الجبهة الداخلية الصحة اللي أشاعت شائعات لتفريغ المستشفيات عشان تبقى فاضية يعني ربنا يبعد المصابين في الحرب إزاي حصل تعبئة للتموين وبقى وجود احتياطي كفينة كل ده إزاي حصل مع الحفاظ على سرية الضرب ما دي بقى العظمة ويمكن دي بقول لأول مرة كان يتعمل ما يطلق عليه إعداد الدولة للحرب إعداد الدولة للحرب من ضمن عناصر الرئيسية النقط اللي حضرتك بتقوليها كيف تكون الجبهة الداخلية جاهزة بكل قدراتها وأمكاناتها زي ما تقولت كده في الصحة في النقل في التموين في التأمين في الإجراءات المختلفة دي جاهزة لكي تكون الظهير ما نقولت كده في البداية الظهير بقى الذي يؤمن القوات المسلحة وهي تحارب على الجبهة فده كان داخل في الإعداد للحرب بكل أبعاده إعداد سياسي وإعداد قوات مسلحة وإعداد مسرحة لعمليات والإعداد الداخلي وإعداد الشعب للحرب دي نقطة كانت مهمة يعني قوانين التجنيد والتعبئة وإخلافه وكل الأمور اتنظمت بحيث كان بتوجد فعلا نجاح لأداء الجيش بقى وهو يقاتل على الجاب والنقطة كمان يا سيد تلوة يعني أنه هو كان بيتم هذا الإعداد إعداد دقيق جدا محكم جدا وفي نفس الوقت بعيد عن أعين العدوه بعيد عن رصد أعين العدوه أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد تلوة علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا دايما حيب أختم بس حيب هذا أرجوك أرجوك بمعركة اللي بسميها التاج مصر 6 أكتوبر إذا كنا احنا استعادنا الأرض في 22 سنة صحيح استعادنا شرف العسكرية المصرية والكرامة المصرية في معركة أكتوبر من يوم 6 أكتوبر يا رجائي لغاية يوم 28 إذن استعادنا شرف الكرامة المصرية والعسكرية المصرية في 22 يوم يوم باستعادنا الأرض في 22 سنة واستعادنا شرف العسكرية المصرية والكرامة المصرية في 22 يوم بالملحمة العسكرية اللي تمت في 6 أكتوبر ويمكن بختم حديثي بقول دايما عندما تكتمع العناية الإلهية مع الأصالة المصرية ما نقلقش على مصر دايما مش ألينا على مصر شكرك شكرا جزيلا سيد تلوة كل سنة محضرة خير وكل المصرين بخير ونبقى في عبور جديد بجيل جديد كل جيل بيتحمل مسئولية عبور جديد فنحن ما زلنا في معركة برضو عشان نبقى الأمور واضحة صحيح جيل الأباء نجح في أكتوبر 73 هنا حاليا فيه برضو ضغوط وتحديات كثيرة جدا تحتاج مننا ما تم في أكتوبر وروح أكتوبر اللي تمت في 73 تتكرر تاني من جيل لجيل والحمد لله الواحد سعيد ويمكن قلت لحضراتك كده قبل ما نتحدث في هذا اللقاء أن من يومين كده شفت اللقطة بتاعة تخريجي الحفلات العسكرية حفل التخرج طبعا أكتوبر أكتوبر الأسكرية حتتني الحياة الإساس بعظمة أداء الأجيال الجديد اللي وقاء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق بلاساعد ومنار شوف بوجود حضرتك معنا في صباح الخير يا مصر شكرا لوجودك معنا كل سنة حضرتكو طيبين ومصر دايما بخير يا رب